ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون مع مديرة مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة برسيلة صاداتشي والوفد المرافق لها ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالأمن والسلامة الخاصة بحماية مقرات الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن وكذا الجهود التي تبدلها الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لوفود ومقرات مكاتب المنظمات الدولية تابعة للأمم المتحدة في اللقاء أكد معاون استقرار الحالة الأمنية فعدا مستعرضا الجهود التي تبدلها الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها وعلى كل المستويات لتعزيز العملية الأمنية وتحقيق الاستقرار في كافة المحافظة وتوفير كافة متطلبات العمل الأمني ورفع الجهزية الأمنية إلى أعلى المستويات خصوصا في مواقع وتواجد مقرات مكاتب المنظمات الدولية والأمم المتحدة باعتبار ذلك خط أحمر لا تهون فيه أكد أن سلطة المحلية وأجهزتها الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن على تواصل دائم وتنسيق مشترك مع كافة المنظمات الدولية ومنها مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة بدورها أشادت المسؤولة الأممية بجهود سلطة المحلية بعدا وتحسن الأوضاع الأمنية منوهة بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بشأن الأمن والسلامة اشتركوا في القناة